في من الفوائد الإنسان لا يتقال شيء في سبيل الله عز وجل فإن الله يعطي على القليل الكثير فابذل ما استطعت وأمل من الله العطاء والنوال فالله تعالى يقبل ما قل وما كثر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمر ما هو بتمرة؟ شق التمر وانظر الآن التمر ينثر يمين ويسار شق التمر من هذا التمر الذي يتساهل فيه الناس عند الله له أجر وهو مما يق النار اتقوا النار ولو بشق تمر بجزء التمر فلا تبخلنا بالقليل وأمل من الله العطاء والنوال